السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 النهاردة راجعلكم فيديو جديد لكن انطلب مني كتير قوي بالرغم ان انا كنت مقدمة من حوالي 3 سنين اول بداياتي يعني كده على السوشال ميديا هو القرص الطرية ايمان عايزين القرص بطريقة سهلة وبسيطة ومقدير تكون مزبوطة سادة ومحشية القرص النهاردة هنعملها بطريقة وتكات تطلعها معاك طرية وكمان تخليها معاك الاخر واحدة ما تنشافش صلوا بينا على النبي عليها افضل صلات والسلام كده خلونا نبدأ الفيديو كله حماس وسموله اللي هجيرها تكون معايا معايا هنا معلقة كبيرة من السكر هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة انا مش هايزة معلقة الخميرة تكون مليانة اوي تمام تكون ممسوحة بالشكل ده هضيف عليهم نص كباية مياه دافية وهقلبهم مع بعض لحد ما تأكد ان السكر داب معايا هو الخميرة بسم الله بعد كده هضيف عليه نص كباية زبادي او رايب او حليب المهم الكباية اللي هعير بها حاجة اعير بها بقية المكونات معاك بسم الله نحاول بقى نزله من هنا لا احنا نرفع احسن ههههههه بعد كده هضيف عليهم نص كباية ثمنة على زيت تقدر تضيفي زبدة على زيت او ثمنة على زبدة زي ما تحبي انا ضيفت هنا ثمنة على زيت نص كباية ده شكلها بعد ما ضربت كل السوايل معايا معايا هنا بقى دول تلات كبيات ونص دقيق عليهم رشة من الملح هضيف هنا كمان معلقة كبيرة من الخل الخل يا جماعة بيفتح معاك الدقيق بيخلي العجينة حلوة كده ومفتحها انا هضيف تلات كبيات ونص دقيق هضيفهم كلهم مرة واحدة ولو احتاجت معايا دقيق هضيف لها واحدة واحدة بس انا عشان واسقة من مقاديري ومش اول مرة اعملها فانا عارفة ان الكمية دي هتاخد معايا تلات كبيات ونص دقيق تمام العجينة معايا عايزاها تكون عجينة فيها تلزيقة بسيطة يعني عجينة خفيفة هضيف بقى كل الدقيق بسم الله وهبدأ عجينها زي ما قلت انا عايزاها فيها تلزيقة بسيطة بسم الله انا عجنتها معايا في العجينة لمدة حوالي تلات دقايق العجينة في الاول بتبقى فيها تلزيقة بسيطة انتي بالعجن بتطلعت الرطوبة اللي فيها لحد ما التلزيق اللي فيها بيروح تماما وبتبقى معاك بالملمس ده طيب لو ما عنديش عجان يا امان اعمل ايه لو ما عنديكش عجان هتعجينيها على ايدك لمدة حوالي سبع دقايق من سبع من خمس لسبع دقايق لحد ما تبقى معاك عجينة طرية في الاول بتبقى بتلزق بسيط وفي الاخر بتبقى بصوا تلزيقتها بسيطة خالص وبتسيب ايدك بدون ما بتعلم فيها يعني هي بتلزق لكن ما بتسيبش اثر للعجينة كمان العجينة بتبقى طرية وفيها مطة بسيطة معانا ونعمة بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده تمام كده العجينة جاهزة معايا وبصوا كمان مطرح العجل نضيف تمام يا بنات كده خلاص هي خلصت معايا هغطيها وهسبها تختمر لمدة حوالي نص ساعة حنا تجوشتها الايام دي ما تسبهاش اكتر من نص ساعة لان هي هتخمر معانا تاني بعد التشكيل فانا هشيلها من العجان وهغطيها وهسبها تختمر كده انا سبتها خلاص نص ساعة ارتاحت ادي شكلها بعد ما ارتاحت تمام بسم الله بسم الله بصوا عملت ازاي اختمرت معانا وباقت نعمة وفي منتهى الجمال اخدها هنا بسم الله هلفها رول كده وهبدأ اقطع منها على قد القرصة اللي انا عايزها تمام علشان يبقى كله تقطيع واحد وقد بعضه حابة تصغر انت عن كده بتصغر براحتك هبدأ باقي اخد كل واحدة كده هلمها وحاول اخليها قد التانية واخليها كده ايه مدورة معي المهم اخلي سطحها ده ناعم كده واملس اهو الشكل ده بصوا يعني ما يبقاش فيها اي خطوط اي حاجة بسم الله ده كده هيكون شكل القرصة السادة بس هضغط عليها ضغطة خفيفة كده بقى ده شكلها معي دي كده لو انا عايزها قرصة سادة لو عايزها قرصة محشية هنحشيها عجوة هناخد كده بسم الله هفتحها وانا بفتحها ما حاولش افضل هوا منها وبرضو ما حاولش ان انا ارأى الجزء ده انا عايزة ده يبقى مليان شوية علشان اقدر المي به على العجوة نفسها معي قطعة العجوة بالشكل ده العجوة دي انا ببقاش اريها مفرومة جاهزة بس بتبقى ناشفة انا بطريها بايه بحطلها معلقة زبدة صغيرة على كل ربع كيلو عجوة وبسيحها على النار وبعد كده بلمها بتبقى معي بالطروة والنعمية والجمال ده بفردها كده على قد القرصة اللي انا عايزة اعملها وبعدين بقفل عليها بالشكل ده كده احاول كده ايه ان انا اضغط الحتة اللي انا كنت فتحاها دي ان هي تتقفل معي كويس علشان لما تختمر او لما تدخل الفرن ما لقيهاش فتحت معي ايه دي شكل اللي بالعجوة معي برضو بسويها كده بايتي هعمل ايه بقى هنا في النص بالسكينة كده هعمل لها فتحتين زي اللي بتبقى موجودة في الافراغ حابة تعملي اعملي مش حابة خلاص برحتك بتبقى بالشكل ده كده دي قرص كده بالعجوة جاهزة معي هكمل بقى تقطيع القرص معي هعمل جزء بالعجوة وجزء سادة زي ما وردتكم كده بالزبط معي هنا بقى دي صواني ألمنيوم عادي لو عندك صاج حط فيه براحتك انا دهناه هنا دهنة زيت خفيفة علشان احط فيه القرص بتاعتها على طول بسم الله حابة بسه اوريكوا ارتفاع القرصة قبل التخمير اللي هو بعد التقطيع ده ارتفاعها تمام اهو انا عايزات تبقى مليانة معي يبقى البقى مليانة هكمل بقى كله بصوا هي ما بتلزقش معانا في الرخامة ولا حاجة ابدا هكملها بقى كلها احاول على قد المقدر اننا يخلي التقطيع قد بعضه ده كده بقى شكل القرص بعد ما عملتها شايفين شكلها حلو قد ايه والله رحتها وريحة العجينة في البيت التخمير والحاجات دي بتبقى عاملة جو حلوة او في الشتاء وبالذات بقى وسط الولاد طبعا حمودي اخد حتة عجينة عايز يلعب بيها فما نقدرش نقول لحمودي لأ انت كمان كده ايه لما ولادك حواليك كده حاسسيهم بالجو الجميل ده انا بعمل ايه دلوقتي بعد ما قطعتها هغطيها كده بالستريتش راب او بفوطة ده عندك موجود او ده يعني المهم تغطيها وهنسبها بقى تختمر هتاخد دقيقية امان عشان احنا تجو شتاء هسيبها تختمر لمدة حوالي ساعة في مكان دافي طيب لو جو صيف هسيبها نصف ساعة كفاية المهم بس لازم تكون متغطية هسيبها بقى تختمر ساعة ونرجع لها باذن الله ده كده بقى شكلها بعد ما اختمرت معايا اخدت معايا ساعة هدقى لها فرن سخن على درجة حرارة 200 بحطها في الوسط وبسيبها لمدة تلت ساعة اول ما بلاقي كده الارضية بتاعتها اخدت لون دهب معايا يعني بصوا بكشفها بسيط كده بلاقيها كده من فوق تمسكت ومن تحت اخدت لون بسيط بشكل عليها الشواية لمدة لحظات بعد كده بخرجها من الفرن وهي سخنة بديها رشة مية بسيطة كده اما بصوابع كده بسيط اما لو عندك بخاخة بيكون افضل طبعا تمام؟ وبغطيها بحاجة قطن لمدة حوالي من خمس لعشر دقايق بعد كده بتبقى معايا بالجمال واللون والطراوة الحلوة اللي احنا شايفينها دي شايفين شكلها حلوة قد ايه؟ وطرية وهشة ونعمة ودايبة ومفيش بعد كده اه هي نعمة يا غريبة بس دي مش غريبة ولا حاجة دي قرص شايفين حلوة قد ايه؟ تعالوا بقى كده نفتح واحدة ونشوف قلبها نفتح واحدة من السادة ونفتح واحدة من المحشية تبقى حلوة قوي كده في الفطار في العشا في الجو الشتة ده شغل الفرن بتاعك هيدف معاك البيت والشقة وهتلاقي ريحة الخبز مفيش احلى منها شايفين قلبها قد ايه؟ حلوة جدا هش قطني مفيش بعد كده كمان المعجوة تمامة جدا يلا حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ومع السلام باي باي